اهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل اهلا بك من ورح بشكل مبدئي كده هل احنا داخلين على موسم مختلف في افلام عين دي الأضحى احنا شايفين اسماء اسماء نجوم تقيلة هو الحقيقة ان يا رب يبقى فعلا موسم بيعمل شفتنج ما بين ما قبل الكورونا والارادات الضخمة اللي احنا كنا متعودين عليها الفيلم الممرو كذا بلانكا كان فيه عندنا كده نهضة سينمائية مؤقتة فكنا ما صدقنا الحمد لله ان الجمهور رجع تاني للسينما هتستمر او هيحصل ده فعلا ولا لا ده اللي هنعرفه خلاص خلال الايام اللي جاية يعني طيب فيلم كيرا وجن لو هنتكلم عليه تحديدا يمكننا انتي قبل هاكو يا ميب من دردش عن الفيلم الفيلم تلت ساعت احمد عز بكريم عبد العزيز الفيلم اعتقد ان هو فيلم يعني مكتمل الاركان او كل عنصر فيه واخد حق اللجوم عاملين دورهم التصوير عليه عامل كبير الموسيقى عليها يعني مكتمل اركان عايزة اعرف بقى رأيك انتي انا ده كان رأيك لا حقيقي الفيلم جيد جدا انه بالذات الحقبة التاريخية اللي احنا راح الله احنا بقانا كتير جدا ما رحنا لهاش يعني حتى حرب كرموز بتاع امير كرارة كان يصنف تجاري اكتر لا هنا فيه تقل بشكل كبير ولو اني كان نفسي الاسم يبقى مختلف عشان يعكس التقل ده لكن انتي او مرة ترجعي لأف وتسوعة وتسعطاشر او مرة ترجعي لفكرة الاستقلال وحرب الانجليز والمادة تقيلة كنا ساعات بنشوفها في الدراما شوية يعني السلسية تكون فيه محفوظة ترجعيها بشكل مكسف لا انتي بتندمجي مع الحكاية وتندمجي مع الصراع الابطال كلهم موغدين حقاهم بشكل كبير كفة احمد عايزة سياح غلبة شوية بس حقيقة مباراة تمثيلية هائلة الهندسة المناظر كانت رائعة شامنا زيه كان هايل لا العناصر كلها جيدة جدا كنت اتعاشى من هو يقل شوية بحكم عصر او الاقاعة اللي احنا عايشين فيه ان شوية الشباب هيقولك انا مقدر شعور تلات ساعات لأنا اصلا ماشي من نصر الفيلم كان نفسي بس يبقى عين على الشكل التجاري ان الناس بتتخض من فكرة ان انا بس دي ملحمة تاريخية لازم تشوفها تخدها كده على بعضها فهي شكل جديد نوع مختلف هل ده هيستمر ولا لا هي دي بقى النقطة هل ده هيشجع منتجين تانيين من انساش ان الفيلم ده من 2019 فبالتالي كانت الحاجات المشجعة كانت كتير زي ما بقول فكرة فيلم الممار لا كذا بلانجا كان عندنا النجوم بينزلوا بتقولهم زي اللي حصل في الفيلم العنكبوت حصل دروب في الإرادات مع ان احمد السق معنا بس الناس شوية بقى خصمة السينما لعشان فكرة ظروف الكورونا زي ما بنقول وان الناس بقيت متجهة اكتر من المنصات متجهة لكارثة اسمها الانترنت الفيلم بيتسرب يا عم مصبر اسبوع عشر تيام الفيلم هينزل فدي كارثة فتأثيرها هيبقى عامل ازاي ارادات او تكلفة كيرا والجن مية وخمسة مليون جنيه الكلام دوت من 2019 يعني نقدر نقول لو احنا حسبنا فكرة فرق السعر والاسعار زادت شوية يعني ممكن بتكلفته بدلوقتي لو زودنا 40 في المية 30 في المية يعني في المياه تقريبا متكلف 140 مليون لو جاب اقل من 140 مليون لسه قد توزيع ولسه كل الكلام ده ففكرة الإرادات لا يفرحش قوي او دي يخلي المنتجين يقللوا شوية من طرح افليهم بهذا الشكل او تتكلم عن حقب زمنية قديمة او ان افليهم تكمل ثلاث ساعات او كده ده حقيق بدليل ان انت افليم ما بعد الكورونا هتلاقيها مختلفة تماما كلها لو بوجت كلها افليم فاني ولايت ولطيفة وفي مكان اماكن مقفولة ما فيهاش نجوم كبار الشكل اللي لسه ما شفناهوش ما بعد الكورونا بقى اللي هو فكرة رصة النجوم دي هتكمل معنا ولا الناس هتخاف فدله هلبين بقى طيب احنا شفنا ردود الافعالة عن الفيلم لحد دلوقتي مش بس من الجمهور لكن كمان من الفنانين الفنانين حتى اللي مشاركوش في الفيلم شفنا كومنس كتير جدا وشفنا ناس كتير جدا كالكاتبة انه لموا عالتكو وروحوا تفرجوا على الفيلم الفيلم نفسه زي ما كنت تتكلمي انه عبارة عن وجبة دسمة من وقت محدد برجع نروش قبل كده وفكرة طريقة السرد وتوصيل الحدث والأحداث والمعلومة لحتى الأطفال خلينا نقول هي كانت سالسة يعني سهلة ده بيرجع لإيه وهل انت شايفة ان الجمهور دلوقتي الفيلم الحلو القصة الحلوة هي فعلا اللي بتشد ولا احنا بقى زي ما بيقولوا السوق عايز كده الجمهور عايز كده اهو بوسي احنا بقنا ايه الاول كان يقولك الصورة هيلة وده الحقيقة بس انا شايفان مش اوبشن مش بحطه في اعتباراتي قوي اعنصر جايد وعنصر هيل بس كمان انت الموبايل بقى بيجيب صورة حلوة فاحنا مش هنفضل نزايد او نقود نقول الحمد لله عندنا صورة حلوة بس القصة تبقى مش جايدة لكن الفيلم المراضي هو قادر يمسك الخطين دول بالذات احمد مراض الناس حباه الناس بعد الفيل زرق وبعد اطراب الماس بقى فيه نوعا ماسقة وفيه ارضية هو وكريمة عبدالعزيز الناس بتستناهم يشوفهم مع بعض دين فالفكرة كلها ان لا الورق نوعا ما صحيح سيناريو والحوار كان محتاج يتشد شوية الاقاع كان محتاج فيه مشاهدة تتشل شوية كم المعارك كان ممكن تقل شوية يعني هي كلها حاجات خاصة بالاقاع عموما يعني شافت ان الاقاع كان مفروض يكون اسرع شوية او ان احنا نختصر على الاقل نص ساعة مثلا من زمن الفيلم بالذات السيناريو والحوار فيهم مشكلة معنا لان ده موجود دايما مع الكاتب الروائي لما بيتحاول السيناريو والحوار بيبقى لقى عنده مشكلة في المفردات او في طريقة صياغة الجملة هي دي لسه موجود ما هو المفروض بيتم معالجة هذا السيناريو ما هو معالجته منه ما هو شخصيا اللي بيكتب فبالتالي انت ما روحتش في حتة بعيدة عن فكرة السرد الأدبي كان نفسي يحصل ده فكرة ان يبقى فيه حد يشد لنا الاقاع شوية بس هي حالة زي ما قلنا كلها على بعضها فبالتالي لها اكيد مميزاتها وليها عيوبة وده هيخلي الناس تاخد بالها بعد كده يعني طيب شايفة المنتجين المفروض او الجهات اللي بتنتج والشركات الانتاج مفروض تصبر شوية على الموضوع ده بحيث ان هو لو ما جابش عائد من فيلم او من فيلمين عشان نخلي ده الزوء العام للناس بمعنى يبقى عنق بس افرد ان هو هتعور في رقم كبير هقدر اقول له اصبر معي اصبر معي بدلين ان شركات الانتاج دخل السوق عشان نخرج من الكلمة التي قلت تيها السوق عايز كده او ما هي بس الفكرة انه انا بستثمر في بزنس وبتعور في مبلغ كبير بجت هيلة فبالتالي عشان كده شركات الصغيرة نفسها بيبقى ليل لان هو معه شغل الجزء ده او واخد قرد او مستني ان فلوس دي ترجع له تاني تبقى انكم بس هو خايف طب اضمن ان انا انزل فيلم منصات ولا لأ فلغاية دلوقتي الحزبة مش محسوبة قوي لان كل الناس رايحة متجهة للمنصات بس كمان هل المنصات الانكم بتاعها كافي ولا لأ زي ما اقول لك احنا فقعونا زجاجة كده في العالم كله ان متجهين السينما هتكمل بالشكل التقليدي بتاعنا بتاع ان انا بعول على تذكارة السينما ولا غزو الانترنت هيخلي شكل الحكاية كله يتغير اللغبطة والدربكة اللي تكون موجودة مع ظهور اي شيء جديد ما بتبقيش عارفة لسه ايه اللي هيحصل بالضبط هتكملي فين بدليل ان احنا كتعندنا مرحلة انتقالية ما بين شريط الكاسة وبعدين الستيدي وبعدين دلوقتي خلاص بقى كله تطبيقات وبالدولودي الاغنية وهم بياخدوا حسابهم بشكل مختلف فاعتقد ان السينما كمان هتروح للمنطقة دي ان ممكن الفيلم يبقى نازل على تطبيق معين ابليكيشون ده اللي حاصل بالنسبة للمنصات بس يبقى كده هنروح لللو بوجت وده اللي حاصل حتى المنصات العالمية بقى ايه بتتاجه يجيب لك ممكن نجم كبير بس في الاخر لو بصيتي لتكلفة الفيلم الحقيقية هتلاقيها لا احنا ماشيين في هامش قليل جدا فهي الفكرة كلها ان لسه الافلام الضخمة اللي محتاجة ترصد لها ميزانيات كبيرة لا اعتقد احنا هنرجع شوية خطوتين تلاتة قبل ما يبقى فيه مغامرة بالشكل كلمنا عن كيرا وجن تامر حسني فيلم بحبك ناس كتير فعلا مستنية خلينا نقول هم عاملين تسويق كويس جدا للفيلم حتى الان فتوقعك للفيلم بس اتعشم ان تامر حسني ما يجيش بعد ما الفيلم ينزل يقول لك ايراداته فبرة في الخليج عمل كزا مليون دولار يعني خلينا بس ايه نبقى عارفين الارادات الحقيقية اللي حصلت هنا في مصر بالذات هو ضامن زبونه هو ضامن الجمهور بتاع اللي بنعشاء تامر حسني بس المرات احنا بنشوفه بقى هنا هنقيمه كمؤلف ومخرج فايه فاحنا ايه مش عايزين ايه نقول مؤلف ومخرج وممثل فالتقييم هيبقى يعني متعدد وده ما حصلش من انور وجدي من ساعة انور وجدي كان هو الفناني الشامل اللي كان بيعمل كده فتامر حسني انت ادل حركة دي فكرة ملحن ومغني وبطل وفكرة الكتابة كمان فالحقيقة انا متحمسة لأكتر تجربة انا متحمسة لها هي بحبك يعني عشان او بحبك او هذا الاسم الملخفن مش وضع مش لقيني الماس كافين الاخبار ايه وبالذات الموضوع ممكن يكون شفناه قبل كده كتير فكرة انه واحد يحب اتنين وفكرة كمان فرق العمر الكبير سيح مش باين على الشاشة ممكن ما يبانش او ابن هنزاه وهو ده المفتيجي المختلف عن جيل تامر حسني فالريسك كله على بعضه محتاج يتقيم بشكل جيد بس يعني هو يحتمل بقى النقد يعني يغامر ويقول انا مخرج فبالتالي يكون قد الحكاية طيب محمد امام تجربة عن تجربة بيختلف وبيتقل زي ما بنقول كده عايزين نتكلم عن تجربته الجديدة في فيلم عمو اه متحمسة لي جدا الكوميديا اللي فيه ده حكي يعني برغم انه هو تريلر وحاجة بسيطة بس واضح انه هو مختلف فعلا هو عايز يقدم نفسه كنجمة سريمة هو حقق لانه هو اكتر من فيلم ما قدر يعملهم وحققوا نجاح الليلة تانا وصلوه حقق نجاح جيد فبالتالي لا هو وقدر يخرج من عبائة والده يعني كان في الاول شوية نفس الافهات ونفس طريقة يعني عادة اتحرك شوية وبتتحكي يعني بزرعة يعني ابتدى يدرك الموضوع ده وبتدى يتحرك شوية عنه هو ابتدى يعرف ايه لزماته او ايه شخصية وحدود شخصيته فين ده شفناه في كريم محمود عبدالعزيز بدأ يمسك الحكاية ان هو انا كريم محمود عبدالعزيز بدأت اخرج شوية من الحالة دي ونفس الحكاية محمد امام فالحقيقة لا انا مستنية عموهم متوقع القصة ومتوقع الافهات بس طليته والكريزمة بتاعت محمد امام محتاجة ان اديها فرصة اكتر وشغلة اكتر بالذات ان الكرور مرة دي مختلف عن محمد صراح العزب اللي كان معاه في الدراما اكتر من مرة وفكرة الحارة الشعبية اوهينا شعبي كمان بس نتعشم ان الصورة تبقى مختلفة والافهات تبقى اكتر تزاجة يعني طيب عظيم بشكل عام افلام العيد مختلفة العيد ده احنا شوفنا افلام نزلت قبل العيد ودي حاجة تقريبا جديدة علينا وعايز اسألك برضو عن فكرة الافلام اللي احنا كنا متعودين عليها في العيد اللي هي الافلام التجارية اللي هو الفيلم اللي بينتهي مع مصروف العيد خلاص احنا اعتقد ان احنا بقلنا فترة مش ماشيين في نفس الطريق ده ده حقيقة تحس انه حصل فيه نمو الوعي كده عند الجمهور ما بقاش يضحك عليه انا مش هخش عشان اتفرج على مطرب شعبي وراقصة والافهات اللطيفة والفيلم يخلص على كده التركيبة دي الحمد لله اختفت بقالها سنتين ثلاثة ده شيئاية وده بسبب الناس اه اعتقد اه لانه كذا فيلم ينزل بطريقة دي احنا حتى ما نفتكرش اساميهم ايه محققوش الارادات اللي كانت منتظرة فالحمد لله ان ده لغاية دلوقتي نمسك الخشب ان ما فيش الافلام دي الحمد لله فيه صايح افلام لا بودجت بس تمام لازم يبقى موجود ده يأكد يدعاء ان الموضوع في ايد الجمهور اه طبعا الجمهور لو ما دخلش الافلام اللي احنا ملوغي لها افلام هفطة دي طبعا هتنتهي تماما وهتختفي من السوق تماما ومن المشهد تماما وهنبطي نشوف اعمال فنية محترمة ده هي والجمهور بقى زواق وانا بيتفرج طول الوقت على منصات مختلفة والمائدة بقت مفتوحة جدا فما بقاش منغلق على فكرة النجم اللي هو على قد ما يصرف له فهو هيشتري منه لأ دلوقتي لأ الناس عايزة تتفرج على حاجة معمولة كوالتي حلوة عشان تذكرت السنة ما بقت غالية قوي فبالتالي انا هستخسر ان انا فستنى صاحبي يقول لي ها ايه الاخبار ادخل الفيلم ده ولا لأ عشان ما تعوش في فلوس كتير فبالتالي بدليل ان احنا بنشوف افلام لناس كبار لنجوم كبار بس للأسف يعني الفيلم بتاع احمد حلمي صحيح الارضات كانت جيدة وهو كان فرحان بيها جدا بس كمان مش ده اللي مستنينه من احمد حلمي كنا متوقعين اراضات اعلى كنا متوقعين فيلم بكوالتي مختلف فحتى ده النجوم الكبار ما بقوش بيأكلوا منهم اي حاجة لا بيبقى بيستني ومترصد وخايف اعتقد الجمهور بقى قاسي شوية زي ما انت قلت بقى ازواق فعلا حتى لو نجم ليه عنده رصيد كبير بينصاف لحظة مش فكرة بينصاف لحظة برضو بيقيم الفيلم يعني برضو لا الفيلم مش عاجبني لا الفيلم لو فيلم كوميدي لا مش كوميدي قوي الفيلم لو حاجة تراجيدي او حاجة سيريوس او 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 لا مش اقوى حاجة برضو فالجمهور الى حد ما او بحترم الشخص وقى نجم كبير بس انا بزعلان منك بس انا تأثير السوشيال ميديا كمان وبعدين احنا راحين اعتقد ده في الدراما او في السينما ان احنا السينتين اللي جايين دول مش هم عندنا النجمة بالمصطلح المتعرف عليه هيبقى النجمة للورقة يعني احنا شفنا في مسلسل ريفو مثلا ومسلسل تحقيق وكذا مسلسل على مسلسلات تانية بقى مش مهم وده على فكرة دي ظاهرة عالمية انت بدلين انت بتفرجي على مسلسل اسباني انت ممكن تعرفيش اي بطل فيهم بس انت متعلقة بالحدث متعلقة بالكونتنت فهي دي بقى اللي احنا راحله الفترة اللي جاية دي مش هيبقى فيه النجم اللي هو بالصيقة اللي احنا عارفينها اللي بياخد ملايين الجنيهات اللي هو الاسم اللي بيطلع في الاول وبعد كده اللي بقي مش مهم اللي بقي مش مهم لأ كل المنظومة دي هتتغير وهتتغير بشكل احنا مش متخيلين يعني ممكن تزبطي نفسك السنة الجاية بتدخلي لفيلم ما فيهوش ناس تعرفينه مقصد طيب انا عندي سؤال سريع جدا حقيقة سؤال عشان انا نفسي اشوف الافلام المصرية السينما المصرية موجودة في المهرجانات بر ده كان بيحصل زمان دلوقتي ما بقيناش نشوف السينما المصرية متواجدة بشكل قوي في المهرجانات العالمية وبيقال الرد انه الناس ما بتحبش او ما بتفهمش افلام المهرجانات اصلا افلام المهرجانات ملهاش سوء فبالتالي انتاجها قليل فبالتالي محتاجها الناس معينة تبقى مدركة عقليات التحكيم او المهرجانات اللي برا هو للأسف احنا قفلنا على نفسنا بنوعية مختلفة احنا اللي حكمنا على نفسنا بكده احنا اللي حكمنا على نفسنا ان احنا أفلامنا كلها لازم تبقى عشوائيات أو فقر مطقع أو صورة عشان هو ده اللي هيعصر قلب لجنة التحجيم ولوين الأفلام ما بتتعاملش كده إحنا اللي ضررنا نفسنا إحنا عندنا قزمة إبداع رهيبة كنا متخيلين أما كل ما نظهر القبح اللي هو قد يكون موجود في أي دولة في العالم كل ما هو ده اللي هيجيب يبقى ده فيلم مهرج روح ودي الكارسة إن انت ممكن تعمل فيلم محترم وفيلم جيد بس لي صبغة عالمية من محليتك أنت لكن إحنا اكتفينا بأن إحنا ندور على الحاجات اللي تعجبهم بره وبقينا نحطها بإسهاب واستسهال فبالتالي إنت ضررتي الحكاية لأنها مش قضيتك يعني هم مش قضية المبدع أصلا فهي الإشكالية عندنا إن إحنا ما عندناش مبدعين حقيقيين عندهم همهم المختلف اللي يقدر يفردوا بره لأ إحنا بنقلد وعارفين هم أصلنا بغزله لأ إنت لو بصيت في إيدك وعملته بالشكل اللي أهمك يطلع على الورق ده ومصدق الحكاية لأ هتوصل فهي كانت عندنا مشكلة بيوجه بالعمل بتاعه للجنة التحكين وهم هم نفس الناس يعني هتلاقي ليهم استيريو تايب خاص بأفلام المهرجات إحنا اللي عملنا البراند السيء ده لنا فبالتالي بقيت متوقع أن الفيلم هيبقى يا إما بيسيء للصورة المصرية يا إما فيه استسهال وفيه استهلاك فلأ إحنا لو كنا فحتى اللي كان بيغزله قبل كده زي ما قلت دلوقتي بقى بنسباله خلاص شفته أكتر من مرة فحتى دلوقتي بقى خلاص فأنا عارف أنت هتقولي إيه ففي حين أنت لما تشوفي فيلم إيطالي بيبقى عن الحالة الإيطالية الفقر الإيطالي بالحواري بالشوارع بس في الآخر هو حطت الهم بتاعه كمبدأ لكن إحنا بنحط الحاجات اللي جنب بعض اللي تعجبهم برا في حين اللي برا هو عايز يصدق حاجة حلوة الحاجة الحلوة دي تبقى قبيحة تبقى حلوة بس مهم تكون أنت مصدقها فهي مسألة المصداقية دي اللي افتقرناها شوية في مبدعنا الشباب الجديد لكن نتفاقل خير إن شاء الله زي ما أنت قلت كان إحنا الفترة الأخيرة دي رايحين لحتة كويسة ومستوانا بيتقدم على مستوى الكتاب وعلى مستوى الأداء فنتفاقل خير إن شاء الله في عودة الدراما والسينما المصرية بشكل عام تتصدر المشاهد من جديد بنشكرك طبعا شكرا جزيلا انشرفتين ونورتينا النقدة الفنية دعاء حلم ألف شكرة شكرا جزيلا